موسيقى المورد الرابع في هذا المورد نترك لكم اكتشاف عنصر أساسي محوري في الصراعات المخزية الدائمة بين المماليك ملوك وصلاطين البلاد الإسلامية سنطلع أيضا على قبس عدالة الملك العادل على قبس من أقباس عدالة الملك العادل الذي أطبق على عدالته الرازي عالم الكلام الشافعي وابن تيمية الحنبلي والمؤرخ الشافعي ابن الأثير وكذا باقي العلماء وباقي المؤرخين وأصحاب السير والتراجم في الكامل الكامل في التاريخ جزء عاشر في صفحة 131 ثم دخلت سنة 91 و 500 في سنة 591 هجري ذكروا حصر العزيز دمشق ثانية وإنهزامه عنها لا يوجد بينهم عهود ولا مواثي يحلفون يقسمون يتعاهدون يتعهدون لكن لا يوجد أي التزام الغدر 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 وفي هذه السنة سنة 591 هجري أيضا يقول رجع الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين من مصر في عساكره إلى دمشق يريد حصرها فعاد عنها منهزمة وسبب ذلك أن من عنده من مالك أبيه وهم المعروفون بالصلاحية فخر الدين جركس وسرى سنقر وقراجا وغيرهم هؤلاء المماليك جركس وسرى سنقر وقراجا وغيرهم كانوا منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرج لأنه كان قد أخرج من عنده منهم مثل ميمون القصري وسنقر الكبير وأيبك وغيرهم لاحظ لأنه كان قد أخرج من عنده منهم يعني كان عنده من المماليك الصلاحية يشتغلون عنده فأحالهم على التقاعد عزلهم أخرجهم من العمل أبطلهم من العمل مماليك وهو الأمير هو الخليفة هو السلطان هو الملك لم يرضوا بهذا فصاروا يحركون أخاه الملك السلطان الخليفة وهو العوبة بهد هؤلاء المماليك فيتحرك العزيز العوبة فاقد العقل يتحرك لإحتلال دمشق لأخذ دمشق من أخيه لأنه عزل بعض المماليك هذه هي البلاد الإسلامية هذه هي سبب الحروب الإسلامية من أجل أمرأة كذائية ساقطة من أجل عاشق في مكان من أجل مئة وخمسة آلاف ومئة ألف دينار تتحرك الجيوش وتسفك الدماء وتسبل العيال والنساء وتقتل الرجال من المسلمين ومن غير المسلمين يقول لماذا هؤلاء انحرفوا عن الأفضل يقول لأنه كان قد أخرج من عنده منهم مثل ميمون القصري وسنقر الكبير وأيبك وغيرهم فكانوا لا يزالون يخوفون العزيز من أخيه ويقولون أن الأكراد والمماليك الأسدية ناحظ هؤلاء مماليك سلاحية مماليك لصلاح الدين المملك للزنكي وغير هؤلاء مماليك الأسدية مماليك أسد الدين شريكو هؤلاء غير أولاء كالمماليك المماليك الأسدية وغير هذا عنده الأكراد في هذا الجانب أو في ذاك الجانب في مصر أو في دمشق يقول فكانوا لا يزالون يخوفون العزيز من أخيه ويقولون أن الأكراد والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخاك ونخاف أن يميلوا إليه ويخرجوك من البلاد والمصلحة أن نأخذ دمشق وذاك الخليفة يسمع أذن ويتحرك كالأنعم كما يوجهه المماليك فخرج في العام الماضي وعاد كما ذكرناه فتجهز هذه السنة ليخرجه فبلغ الخبر إلى الأفضل فسار من دمشق إلى عمه الملك العادل فاجتمع به بقلعة جعبر ودعاه إلى نصرته وسار من عنده إلى حلب إلى أخيه الملك الظاهر غازي فاستنجد به وسار الملك العادل من قلعة جعبر إلى دمشق فسبق الأفضل إليها ودخلها وكان الأفضل لثقته به قد أمر نوابه بإدخاله إلى القلعة ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق ووصل الملك العزيز إلى قرب دمشق فأرسل مقدم الأسدية وهو سيف الدين آيازكوش فأرسل مقدم الأسدية وهو آيازكوش وغيره منهم ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره فأرسل مقدم الأسدية آيازكوش وغيره منهم أيضا من الأسدية ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره أرسلهم إلى من؟ إلى الأفضل والعادل بالإنحياز إليهما والكون معهما ويأمرهما بالاتفاق على العزيز والخروج من دمشق ليسلموه إليهما من هذا هذا مقدم الأسدية أرسل المماليك مقدم المماليك الأسدية أرسل المماليك ومن له سلطة عليه أرسلهم إلى الأفضل والعادل وأمرهم بالإنحياز إليهما والكون معهما فالأمر أمر المماليك مماليك المماليك ويأمرهما بالاتفاق على العزيز والخروج من دمشق ليسلموه إليها إليهما أي ليسلموا العزيز إلى الأفضل والعادل وكان سبب الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن العزيز لما ملك مصر مال إلى المماليك الناصرية وقدمهم ووثق بهم لاحظ مماليك في مماليك في مماليك في مماليك يقول لما ملك مصر مال إلى المماليك الناصرية وقدمهم ووثق بهم ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراء فامتعظوا من ذلك ومالوا إلى أخيه وارسلوا إلى الأفضل والعادل فاتفقوا على ذلك واستقرت القاعدة بحضور رسل الأمراء أن الأفضل يملك الديار المصرية ويسلم دمشق إلى عمه الملك العادل وخرج من دمشق لاحظ المؤامرات أسفه وأحقر وأذل ما يكون وأحقر ما يكون يقول وخرج من دمشق فانحاز إليهما من ذكرنا فلم يمكن العزيز المقام بل عاد منهزما يطوي المراحل خوف الطلب ولا يصدق بالنجاة وتساقط أصحابه عنه إلى أن وصل إلى مصر موسيقى